الواردة فيما يتعلق بها الأنباء الواردة عن اتفاق وقف اطلاق النار بالفعل لدينا صيغة الآن أصبحت شبه جاهزة وواضحة وهي نفس الصيغة تأكدت من المصدرين واحد منهم من المصدر مسؤول مع المصريين وأيضا في فصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا من حركة الجهاد الإسلامي هذه الصيغة تتحدث عن طبعا هي موقعة أولا هي الصيغة برعاية جهاز المخابرات المصرية العامة كما في هذه الورقة التي يظهر فيها نصا مقتضبا يتحدث عن تفاصيل هذا الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه الساعة 11 ونصف من هذه الليلة أي بعد أقل من ساعتين من الآن وكما نرى في هذا النص أيضا بشكل متبادل وشكل شامل سيتم الإعلان ستدعو مصر لوقف إطلاق النار من الجانبين حركة الجهاد الإسلامي حتى اللحظة لم تعلن رسميا عن موافقتها أو توقيعها على هذه الورقة حتى الورقة المتداولة الآن لم توقع عليها الأطراف المصرية وأي من الجانب الإسرائيلي أو حتى الفصائل الفلسطينية لكن بكل الأحوال كما فهمت من حركة الجهاد الإسلامي لم تعلن رسميا الاحتراما للوسيطة المصري وأنه هو الذي سيعلن من جانبه دعوة الطرفين لوقف إطلاق نار شامل وبشكل متبادل الساعة 11 ونصف لكن كل ذلك مرهون أيضا بما سيحدث خلال الساعتين القادمتين نتحدث عن تطورات قد تذهب بيئة الأمور إلى ما هو أصعب لكن على الأقل كما ذكرنا في رسائل سابقة نحن أقرب إلى الهدوء منه إلى التصعيد في هذه الأثناء كان هناك تحديث من وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 43 شهيدا بالإضافة إلى 311 مصابا فلسطينيا من بينهم عدد من الأطفال الذين استشهدوا في هذا اليوم ويبقى السؤال خلال الساعتين القادمتين ما الذي سيحدث خاصة أنه كما نستمع من الناحية الإسرائيلية هناك اجتماعات لإقرار هذه الهدنة لكن لا يبدو أن إسرائيل ستعلن من طرف واحد وقف إطلاق النار إلا إذا كان هناك هوامش أخرى قد تحدث وهذا سيكون بخلاف ما فهمناه من حركة الجهد الإسلامي بأن الدعوة ستتم من مصر وبخلاف ما وصلنا من مصدرين اثنين يتحدثان عن أن الدعوة ستكون من مصر للجانبين لوقف إطلاق نار متبادل وشامل في الساعة 11.5 بالتوقيت المحلي الفلسطيني بعد أقل من ساعتين ترجمة نانسي قنقر